السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي متابعين مطبخنا المتواضع مطبخ الشيف مائر اهلا بكم ويا رب تكونوا بحير رمضان كريم وكل سنون طيبين اول حلقة لنا النهاردة في رمضان هنعمل الكنافة هنعمل منها كبات واشكال جميلة واللوتس والنوتلا والفراولة الكريمة يلا بينا نروح مع بعض نشوف طريق تجويلنا انا عندي كيلو من الكنافة كنت حطتوا في الفريزر قبلها بيوم او كده عشان لما اجي افتفته كده يبقى سهل معي عايزة اجي بيه فريش مفيش مشكلة خالص بنفرومه خالص كده زي ما انتو شايفين يعني بنحاول ننخليش اي كلاكي فيه اي حتة كده مسكة ببعضها عشان يبقى سهل معنا بعد كده هندي له السمنة بتاعته عندي كيلو الكنافة ده هياخد معي حوالي متين جرام سمنة سايحة بعد كده ادخله الفرن على درجة حرارة مية وتمانين او متين هياخد معي حوالي تلاتين دقيقة ما بين كل عشرة ده كده بطلع الكنافة بتاعتين الفرن واقلبها كويس لحد متحمص و هتشوفوا اللون بتاعها زي ما انا هعملها ان شاء الله و هتيجبكوا قوي كده انا فرمت الكنافة بتاعت كويس قوي يعني لو فيه حاجة ما تفرمتش كويس و انا بقلب في الفرن هتتحمص معي و هتتتفرم معي و هتبقى كويسة جدا طبعا الكنفة لها اشكال كتير اوي و طبعا يعني ما اعتقدش ان مفيش حد بيحب الكنافة باي شكل من الاشكال يعني لها اشكال كتير الكنفة الاساور الاكنفة بالمهلبية الكنفة بالقشطة يعني حاجة كده جامده حطيت السمنة بتاعتي اه السمنة يفضل تكون سمنة بلدي طبعا يعني كل واحد يختار زي ما هو عايز اللي هو حبه يحطه مفيش مشكلة خالص بس هي السمنة لو بلدي بتديك ريحة و طعم يعني فوق الخيال فوق الخيال بشوية كمان زي ما انتوا شايفين انا شبعت الكنفة بتاعتي بالسمنة يعني خليت كده ايه السمنة يعني توصل لكل الكنفة زي ما قلت لكم هدخلها الفرن على ضرر حرارة مية وتمانين متين اتوال ماي حوالي تلاتين ديئة ما بين كل عشر ديئة كده هقلبها تقلبها عشان تتحمس معي كويس هعمل العسل هنا يعني العسل مش هنناخر فيه عشان هو العسل اصلا ما يعني يعني حاجة بسيطة يعني اه حطيت نص كيلو مية و كيلو سكر و عندي نص كيلو عسل جلوكوز و عصرة لمونة مفيش حاجة يعني اسهل من كده حطيت السكر مع المية هسيبه لحد ما يغلي بعد ما يغلي اه حكت العسل جلوكوز بتاعي اه بعد كده هعصر عصرة اللامونة و سيبه من خمس لسبعة دقايق بس على نار هادية يعني بعد ما يغلي هواطي النار خالص عشان لو و خلي بالي منه عشان بيفور تمام؟ هواطي النار يغلي بحوالي من خمس لسبعة دقايق بعد كده يبقى العسل بتاعي تمام اوي هنا العسل بتاعي بعد ما صفيته شايفين الشكل بتاعي هو لسه سخن و ان شاء الله هتشوفوه العسل معي اه بعد ما يبرد خالص و انا بشتغل به بعد ما حطينا الكنافة بالفرن زي ما انتم شايفين انا بطلعها كل فترة كده اقليبها تقليبة لحد ما هتوصل كلها معي للون الدهب اللي انتم شايفينه اللي هو في الجنب ده طبعا كده عارفنا التقليب آآ عشان يوصل للدرجة اللي انتم شايفينها قدامكم ده كده حاجة آآ جميلة جدا اللون ده جميل اوي هنا بقى احط العسل بتاعي زي ما انتم شايفين العسل ده التقيل اللي انا عملته مبارح ودايما لما اكون بعمل كنافة آآ او بلح الشام او صوع زينب بعمل العسل قبلها بيوم عشان يبرد براحته ويتقل معي زي ما انتم شايفين حطيت عسل بكمية وفيرة هاركن بقى الكنافة بتاعتي اللي هي متعسلة على جنب وهجيب الكريمة بتاعتي عشان اضرب الكريمة هنا عندي نص كيلو كريمة لباني كريمة حيواني تمام كده يا لباني حيواني عايز تشتغل بكريم شنطية مفيش مشكلة عايز تشتغل بكريم نباتي سهيلة مفيش مشكلة يعني اختار التست الليل انتعايزه احنا نعمل التكنيج كده ايه خطوات مع بعض وانت حط التست الليل انت عايزه ضربت الكريمة بالقوام اللي انت شايفينه بعد كده هعمل بقى كذا فلفر منها كده ابقى انا عندي كريمة لو هي بسكر ايب تمام انا شغلت بسكر لما فيش اه لو هي مش بسكر انت هضيف كمية السكر اللي انت عايزها هياخد بقى جزء مني الكريمة اللي انا ضربتها دي هضيف عليها اه معجون اللوتيس. وهقلب بقى كده وانا عملت اول اه او تاني احنا كده عندنا الكريمة سادة. هضيف عليها الفراولة يعني هعملها بفراولة. وكده عندي اه باللوتيس. هعمل بقى بالنوتيلا او اي نوع شوكولاتة اه معجون شوكولاتة اللي انتم عايزينه. هاخد جزء تاني هضيف عليه. هو محاجة زي النوتيلا برضو. ممكن احط عليها جناش. ميبش مشكلة. ممكن احط عليها شوكولاتة خام. وهضربها كده ضربة خفيفة الوينها ايه وبعد كده ايه عندي ثلاثة فليفر. ندخل بقى نعمل بقى ايه الحشوات بتاعتنا. يعني الحشوات اللي احنا عملناها الكريمة اللي احنا عملناها. نبدأ بقى نعمل التركيبة بتاعتنا. اول حاجة اجيب البولة احط فيها شوية من الكنافة اللي انا حمصتها. وحطيت عليها السمنة طبعا قبل التحميص. وحطيت عليها العسل بتاعي العسل التقيل اللي هو اه كيلو سكر نصف كيلو مية اه نصف كيلو عسل جلوكوز. آآ عصرة لمون. زي ما انتوا شايفين احطيت آآ كنافة وحطيت الكريمة وبعد كده حطيت آآ قطع فراولة. ويبقى فل من فوق بآآ كنافة. بحاول آآ اداري اي آآ كريمة باينة من فوق. وحاجة بسيطة كده من فوق شوية برضو فراولة متقطعين كده عشان بس ايه تدي شكله شكل جمالي يعني. هنخش على اللي بعدها برضو يحط الكنافة يعني العملية سهلة وبسيطة اي حد يقدر عملها في البيت. احنا عملنا البيز. وبعد كده اللي هو الاساسي يعني تقدروا بتعمله بقى اي حاجة انتم عايزينها. دي الشوكولاتة زي ما انتم شايفين. هنا بقى حطت مكسرات. مش عايزة حطنا فيش مشكلة. يعني ترجع لك. آآ بندق آآ بص او اكتر حاجة بتمشي مع الشوكولاتة هي البندق والسوداني. يعني البندق والسوداني. بيمشوا مع الشوكولاتة كويس جدا. حطيت كريمة. حطيت برضو شوية مكسرات. حطيت بندق. وقفلت برضو من فوق بشوية آآ كنافة. ما بضغطهاش يعني انا ما بضغطش عليها عشان متوقش مكتومة. لأ انا عايزة ايه كده ايه آآ مفرفرة كده ولا مش عارف اسم بيقولوا عليها بصراحة مش فاهم يعني. آآ مهم. بعد كده بجيب آآ آآ شوكولاتة بتاعتي من فوق. انا هنا هحط جناش. وهعمل ريجة بشكل آآ سميك. يعني مش هعملها رفيعة. اهمل ايه ريجة بشكل آآ يعني تكون تخينة شوية. وهحط برضو شوية مكسرات من فوق شوية بندق كده. آآ ممكن تحط على كنافة على طول. ممكن تحط آآ على ريجة اللي هتعملها. انا رايح رايح جاية كده ايه? بالآ جناش بتاعي. وطبعا في مكسرات تحت. بس ممكن محطش مكسرات تحت وحط شوية مكسرات على الوشة زي ما انتم شوفين كده. شكل بسيط. آآ بتتباعها غالية فعلا. والله بتتباعها غالية. فانتي يعمليها بأهل تكاليف. آآ وعملي طعم اللي انت عايزها. ممكن تعملها ما النهاردة بفراولة. في برضو حاجة عايزة اقولها. آآ الكنافة. بعد ما حمصناها في الفرن. قبل ما نحط العسل. انا ممكن اخليها بقى كده عندي اسبوع عشر تيام. مش يحصل لها حاجة. هغطيها بس كويس. عشان لو فيه طرابة ولاية حاجة. وبعد كده يعني لو حبيت اعمل منها اخدها. اسخنها ورحاطت العسل. بعد كده اشتغل. يعني كده حاجة سهلة او بسيطة اللي انا ايه ممكن نخليها عندي فترة كبيرة. دي اخر حاجة اللي هي بمعجون اللوتيس. حطيت في الارضية بتاع البولة بتاعتي آآ كنافة اللي انا عملتها. حطيت بعد كده الكريمة اللي احنا عملناها بمعجون اللوتيس بعد ما اخدت آآ جزء من الكريمة اللي احنا ضربناها. بعد كده قفلت بالكنافة زي ما انتم شوفتم معايا. وحطيت آآ روزيتات من فوق. عملت الروزيتات بالكريمة بتاعتي. آآ هيكون عندي انا عندي عين جمل. لما فيش عندك عين جمل ممكن تحطي اي نوع من الكسفرات. مفيش خلاق زي ما هي. ممكن تدي آآ ريجة شوكولاتة برضو. او ريجة معجون اللوتيس من فوق على الاريجة دي اللي هي الخطوط يعني. على الروزيتات اللي احنا عملناها من فوق دي. بس كده والله آآ احنا خلصنا والحمد لله حاجة قطعتنا بسيطة. واتمنى يكوني فيديو عجبكم ان شاء الله. واتمنى تقولولي رأيكم في التعليق واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو تاني بسم الله ما شاء الله على الحاجة ربنا احفظكم وان شاء الله تأكدكم. واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.